لم تعطى الفرصة لأصحاب الدراجات النارية هؤلاء لتسجيل ألياتهم إلا بعد حجزها من قبل قوى الأمن الداخلي ضمن الخطة الأمنية التي انطلقت الأربعاء وستستمر لغاية الرابع والعشرين من أيار لضبط الأليات المخالفة مصلحة تسجيل السيارات والأليات فتحت أبوابها في المركز الرئيسي في الدكويني لأيام الجمعة والسبت والأحد وطيلة أيام الأسبوع المقبل بطلب من وزير الداخلية والبلديات لإنجاز معاملات فك حجز جميع أنواع المركبات والدراجات التي تم حجزها ضمن الخطة الأمنية اعتبر المواطنون أن خطة وزارة الداخلية غير منطقية إذ لا إمكانية لهم لتسجيل مركباتهم فإدارة النافعة في الدكويني وإن كانت تفتح أبوابها خمسة أيام في الأسبوع إلا أن قدرتها تصل إلى حدود تسجيل ألف مركبة يوميا فقط ويصعب على المواطن الحصول أو حجز دوره من خلال التسجيل عبر المنصة الخاصة بسبب الضغط الكبير باعتبار أن النافعة كانت مغلقة لأكثر من سنتين إضافة إلى تدخل السماسرة بعمليات التسجيل أخلناها دون تسجيل معنا دفتر ومعنا كذا ثلاثة مليون ونص الزبط صاحبها كانت دون تسجيل مليونين أنا دون تسجيل ثلاثة مليون ونص كيف مبارك طيب حضرتك لم أكنت مسجل دراجتك النري لأنه ما فينا نسجل كيف ما نجي بيزعبونا هلا صار فيه تسجيل عادي صار فينا تسجيل لأنه كاننا زبط نتمنى بس على وزير الداخلية نحن نعرف أنه مفلسين الدولة وكان لمالكي التوكتوك حصة باعتبار أنهم لا يستطيعون تسجيل آلياتهم في لبنان فكيف سمحت الدولة بدخولها إذن نحجز توكتوك كهرباء وتوكتوك بنزين قال البنزين ما بيتسجل والكهرباء ما بيتسجل على أي أساس دخلون على البلد قبل هلا كانوا يسجلون هلا وقفوهم شو السبب يعني شروا العالم الخطة الأمنية نفذت مثل يلي ماسك دينتو بالإلب إذ كان الأحرى بوزير الداخلية حل ملف النافعة قبل إطلاق العنان للأجهزة الأمنية في احتجاز الأليات ترجمة نانسي قنقر بوزير الداخلية